بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رفع مشان العلم والعلماء قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباء قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ففي هذه الآيات الكريمة إشادة بالعلماء وإشادة بالعلم قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هم الذين جمعوا بين العلم والعمل قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ذلكم هو العلم وهذا هو شرف العلماء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه هو العلم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب ولأنه العلم الذي يهدي إلى الله وإلى جناته وإلى السعادة في الدنيا والآخرة والعلوم كثيرة وهي تنقسم وإلى ثلاثة أقسام علم يجب تعلمه إما على الأعيان وإما على الكفاية وهو العلم الشرعي الذي يعرف به العبد كيف يعبد ربه ويعرف به أمور دينه ويعرف به ما يحل له وما يحرم عليه ويعرف به الطريق الموصل إلى الجنة والطريق الموصل إلى النار فهذا يجب تعلمه إما على الأعيان وهو القدر الذي يستقيم به دين العبد في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه فهذا يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهو ما لا يستقيم الدين إلا به في العقيدة في العبادات في المعاملات في كل ما يحتاجه العبد في خاصة نفسه من تركه فإنه يأثم ويكون عمله على جهل والجهل يؤدي إلى الضلال والنوع الثاني ما وجوبه كفائي وهو ما زاد عن النوع الأول من أحكام المعاملات وأحكام المواريث والوصايا وأحكام الأنكحة والطلاق والعدد والجنايات والحدود أحكام القضاء هذا فرض كفاية هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي الأمة فإنه يبقى في حق البقية سنة سنة مؤكدة وإذا تركه الكل فإنهم يأثمون جميعا هذا هو النوع الأول وهو ما يجب تعلمه عينيا أو كفائيا النوع الثاني ما يحرم تعلمه وهو العلوم الضارة في العقيدة في الأخلاق ما ضرره أكثر من نفعه كعلم السحر وعلم الكلام والمنطق الذي يشغل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حذر العلماء من علم الكلام وبيّنوا مفاسده في العقيدة وفي الدين وهذا شيء معلوم في كتبهم لأنه يشغل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدل عن الاستدلال بهما إلى الاستدلال بالقواعد المنطقية والمجادلات الكلامية التي لا تسمي ولا تغني من جوع وكذلك علم الموسيقى وعلم اللهو واللعب هذه أمور يحرم تعلمها علم النجوم تنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية لأن هذا يتنافى مع عقيدة الإسلام لأن فيه إسناد الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى هو شرك واعتقاد بالنجوم أنها هي التي تتصرف في الكون أما ما كان من علم النجوم أو علم الحساب الذي ينتفع به في معرفة المواقيت ومعرفة القبلة فهذا مباح وهو ما يسمى علم التسيير والأول يسمى علم التأثير علم التأثير محرم وأما علم التسيير وهو معرفة الحساب الذي به ينتفع الناس في مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم ومواقيت زروعهم وغرس أشجارهم ويستدلون به على القبلة فهذا هذا مباح وقد يجب تعلمه إذا كان كان يعين على أداء العبادات في مواقيتها فهذا النوع من العلم وهو علم التنجيم أو علم النجوم هذا من أمر الجاهلية هو حرام إلا ما استثني منه مما ذكرنا النوع الثالث مباح علوم مباحة لتعلم الصناعة والهندسة وتعلم الحرف هذه علوم مباحة لأنها يستفاد منها في الدنيا ولا يترتب عليها محذور في الدين وحاجة الناس تدعو إليها فهي من الأمور المباحة لكن بشرط أن لا تزاحم أن لا تزاحم العلوم الدينية فإذا كانت تزاحم العلوم الدينية أو تقدم على العلوم الدينية إنها لا تجوز في هذه الحالة هذا هو المقصود بالعلم وتقسيمه من حيث الحكم العلم أيها الإخوة علم الشريعة لا يحصل بدون تعلم بل لا بد من تلقيه عن أهله وأخذه عن مصادره أخذه عن مصادره من كتاب الله وسنة رسوله وتلقيه عن أهله المعروفين به وكل مخلوق من بني آدم إنه بحاجة إلى أن يتعلم تعلم فليس المرب يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة لعلكم تشكرون فالإنسان يولد وليس أخوصا ولا يعلم شيئا ثم يتعلم بعد ذلك الملائكة الكرام يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فكل مخلوق كل عاقل كل مخلوق فإنه بحاجة إلى أن يتلقى العلم من مصادره وعن أهله ولا يحصل على العلم بدون تعلم وإنما هذا قول الصوفية الظلال الذين يقولون إن العلم يحصل بدون تعلم إنما هو فيض يصل إلى العبد إذا صفت نفسه ووصل إلى مرحلة عندهم من مراحل التصوف فإنه يأتيه العلم بدون تعلم ويأخذ عن الله مباشرة هذا ضلال مبين ولو كان يستغني عن العلم أحد استغنى موسى عليه الصلاة والسلام ولكنه بحاجة إلى التعلم ولذلك لما علم أن هناك عبد من عباد الله في الأرض عنده علم ليس عند موسى سار إليه موسى وسافر إليه تكبد المشاق وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذا محل الشاهد أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إلى آخر الآيات والشاهد منها أن موسى عليه السلام كليم الله رحل ليتعلم العلم لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أنه لا بد من طلب العلم وليكون قدوة لغيره من من المؤمنين مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إليه ولكن هذا من أجل أن يبين لموسى حاجة البشر إلى العلم والتعلم والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه الزيادة من شيء إلا من العلم والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم فلا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر في تلقيه ولا بد من الصبر على مشاقه والإمام الشافع رحمه الله يقول ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته فلا بد من تلقي العلم عن مصادره وعن أهله ولذلك كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كانوا يطلبون العلم ويحرصون على تلقي عن علمائهم ويسافرون لرواية الحديث الواحد رحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر من أجل أن يتلقى حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون نصوص القرآن ونصوص الأحاديث ويتفقهون في معانيها ولا يقتصرون على الحفظ بل يتبعون الحفظ بالفهم والفقه قال قائلهم ما كنا نتجاوز عشر آيات من كتاب الله حتى نعلم معانيهن والعمل بهن قال فتعلمنا العلم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه مكث في تعلم سورة البقرة سنين يتعلمها وليس المعنى أنه يقتصر على حفظ الآيات وإنما معنى يتعلمها وما يتعلم فقهها وأحكامها وما تدل عليه وكان مجاهد بن جبر رحمه الله من أئمة التابعين يقول عرضت المصحف على ابن عباس كذا وكذا مرة أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها هكذا طريقة السلف رحمهم الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون العلم وكانوا يحفظون يحفظون النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتفقهون في معانيها في آن واحد ويطبقونها بالعمل حتى تعلموا القرآن والسنة وتعلموا العلم منهما وتعلموا العمل وكذلك التابعون تلقوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة حفظ النصوص تلقيها عن العلماء ثم التفقه في معانيها ولا يقتصرون على الحفظ فقط أو يقتصرون على الفهم فقط كما يقوله بعض المعاصرين الآن الذين ينددون بالحفظ ويحذرون من الحفظ ويقولون يكفي الفهم فهم بدون حفظ لا يمكن أن لا بد من الحفظ أولا ثم الفهم ثانيا وبدون هذا لا يمكن أن يرسخ العلم ولا يمكن أن يحصل شيء من العلم فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون وإنما يقتصرون على الحفظ والرواية ثم الدراية والفقه في صدورهم ولا يكتبون ذلك إلا ما قل منهم كذلك التابعون كانوا يعتمدون على الحفظ والفهم تفقه على العلماء بدون كتابه كانت أوعيتهم صدورهم وهي كتبهم لما أعطاهم الله جل وعلا من صفاء القريحة ومن الرغبة الصادقة والإخلاص في النية في طلب العلم حتى كانوا يحملون العلم في صدورهم ويلقونه على طلابهم وتلاميذهم تلاميذهم كذلك يحذون حذوهم يعتمدون على الحفظ والرواية والدراية وكانت الكتابة قليلة فيهم لأن الكتابة قد تكسل الإنسان عن الحفظ ويعتمد على الكتابة ولذلك ما كانوا يكتبون إلا نادراً أو قليلاً وكانت الكتابة يقصد بها الاحتفاظ ببعض المعلومات للشخص نفسه وليست على شكل كتب توزع وتنشر وإنما يحتفظ بها العالم لنفسه ويراجعها ويستذكرها ثم بعد ذلك ظهرت الكتابة كتابة العلم فدونت دونت العلوم في الكتب وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين وهذا القرآن كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فدونت الكتب وقسمت إلى إلى فنون وإلى أنواع من العلوم لكن كلها تلتقي في العلوم الدينية وما يساعد عليها من العلوم التي تسمى بالعلوم تسمى بعلوم الآلة كعلم العربية علم النحو علم اللغة العربية هذه تسمى بعلوم علوم الآلة لأنها تساعد على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دونت الكتب ونوعت إلى فنون الكتب العقيدة كتب التوحيد كتب الفقه كتب التفسير كتب اللغة العربية حينئذ احتفظ بالعلم بدلا من كونه في الصدور إلى كونه محفوظا في الصطور وفي الكتب فكتب العقايد أو كتب التوحيد أو كتب الإيمان يراد بها معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومعرفة عبادته ومعرفة ما يضاد التوحيد من الشرك والكفر والنفاق وأنواع المنقصات والمناقضات من أجل أن يتجنبها المسلم هذا هذا مجمل محتوى كتب العقايد كذلك منها أيضا معرفة أسماء الإيمان والدين ومعرفة حكم الحكم في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة حق الصحابة والسلف الصالح ومعرفة حد الإيمان وتعريف الإيمان إلى غير ذلك من فنون العقيدة التي هي مدونة ومعروفة ومعروفة الآن وهي بين أيدينا والحمد لله أما كتب الفقه فإنها تعنى بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية كما عرف الأصوليون الفقه بأنه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ألا هو الفقه ويتناول أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الوصايا والمواريث والأوقاف وأحكام الأنكحة والطلاق والعدد وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء هذه محتويات أو جملة محتويات كتب الفقه وأما التفسير فيراد به تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معانيه معاني القرآن الكريم ومدلول الآيات وما يؤخذ منها من الأحكام الشرعية في جميع أمور الدين وكذلك الحديث ويراد به ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة شرح هذه الأحاديث أيضاً أمر مهم للاستفادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ مداركه ليستفيد منها المسلمون النحو والصرف النحو راد به معرفة تغير أواخر الكلم بالحركات المقدرة أو الظاهرة أو الحروف وأما الصرف يراد به معرفة بنية الكلمة وما يعتريها من إبدال وإعلال وإلى آخره فالنحو يتعلق بأواخر الكلم وأما الصرف يتعلق ببنية الكلمة كما هو معروف وكذلك البلاغة ويراد بها معرفة أسرار اللغة وما فيها من بيان وبديع و إيجاز وإطناب وغير ذلك كما هو معروف هل مما يساعد على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم باللغة العربية الفصحة فلابد من معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله من إتقان النحو والصرف ومعرفة علوم البلاغة وما يتعلق بمفردات اللغة لأن هذا كله مما يعين على على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان السلف الصالح يتلقون العلم عن مشائخهم وعلمائهم يتلقونه حفظا وإتقانا وضبطا ويتفهمون معانيه وأسراره ويأخذون هذا عن علمائهم ومشائخهم كما يتلقون النصوص يتلقون معانيها وفقهها وما تدل عليه وكانوا في الغالب كانوا في الغالب يقتصرون على الحفظ ولا يعتمدون على الكتابة هذا في الصدر الأول ثم حدثت الكتابة ثم دونت الكتب بعد ذلك وصارت الكتب منوعة ما بين مختصرات ومتوسطات ومطولات لأجل أن يتدرج طالب العلم في أخذ العلم شيئا فشيئا فالعلماء قصدوا من تنويع الكتب من مختصرات إلى متوسطات إلى مطولات من أجل أن طالب العلم يأخذ العلم شيئا فشيئا ولا يأخذه دفعة واحدة فمن أراد أخذ العلم كله حرم منه كله من أراد أن يأخذ العلم دفعة واحدة حرم من العلم مرة واحدة لكن إذا أخذه شيئا فشيئا وأخذه مراحل فإن ذلك مما يساعده على استيعابه وعلى الإلمام به فكانوا يكتبون في كل فن من هذه الفنون مختصرا يبدأ به الطالب ويحفظه استظهره على شيخه ويتلقى شرحه من شيخه ثم يتدرج منه إلى ما هو أوسع منه وهكذا ولهذا يروى في تفسير قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أن الربانيين هم الذين هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره أو يتعلمون صغار العلم قبل كباره هذه هي التربه الصحيحة وهذا هو التدرج الصحيح وما عمل العلماء هذا العمل في الكتب إلا عن تجربة وعن خبرة وعن حكمة فإنهم جعلوها على هذا النمط متدرجة من المختصر إلى المتوسط إلى المطول فطالب العلم فطالب العلم يرقى درجات وهذه المختصرات وهذه المختصرات هي مفاتيح وإنهم بها ويريد أن يأخذ العلم من المطولات هذا يضيع ولا يحصل على شيء لأنه ضيع الأصول فحرم الوصول والله جل وعلا يقول وَأْتُ وَأْتُолْبُيُوتَ ليس البرَّ أن تأتُ البيوت من ظهورها وليس البر Pascal وليس البر بأن تأتُ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُو البيوت من أبوابها وهذا يشمل وَأْتُو البيوت من أبوابها يشمل تعلم العلم فإن له أبواباً ومداخل ومسالك من ضيعها فإنه يحرم من العلم هكذا كان سلفنا الصالح في تلقيهم للعلم أولا يتلقونه عن علمائهم وثانيا يأخذون العلم من مصادره من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا كانوا يتدرجون في التعلم ولا يأخذون العلم دفعة واحدة وجرعة واحدة رابعا ما كانوا يقفون عند حد في تعلم العلم بل كانوا دائما يتزودون من العلم وكل ما وجدوا فرصة ووجدوا من هو أعلم منهم استفادوا منه هذه طريقة السلف الصالح وكانوا يحذرون أن الإنسان يرى أنه صار عالما ويقولون من قال أنا عالم فإنه جاهل أن الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم بعد ذلك لما تأخر الزمن أنشئت المدارس النظامية أنشئت المدارس النظامية وأنشئت الأربطة لطلبة العلم ورتب المدرسون والطلاب والمقررات وقد يكون من أول عمل ظهر من ذلك المدارس الكبرى في العالم الإسلامي كالجامع الأزهر وجامعة الزيتونة وجامع القرويين في المغرب والمدارس الشرقية في البلاد الإسلامية التي نظمت وعمد لها المدرسون والمقررات والمرتبات إلى آخره ثم أنشئت المدارس النظامية المعهودة الآن المدارس النظامية من الابتداء المتوسط الثانوي فالكليات الدراسات العليا هذه مدارس نظامية وقررت فيها المقررات على حسب المراحل ومدارك الطلاب يتدرجون من مرحلة إلى مرحلة وهي خطوة جيدة والحمد لله وهذا من توفيق الله للمسلمين إذا اعتنيا بهذه المؤسسات العلمية إذا اعتنيا بها وحفظت من الدخيل وقومت مناهجها واختيرت مقرراتها فإنها تكون حصنا للعلم لا سيما في هذا الزمان الذي فشى فيه الجهل وازدهرت فيه الدنيا وشغلت الناس عن طلب العلم وظهرت الاختراعات والمبتكرات وسائل الإعلام المختلفة التي أخذت أوقات الناس وأخذت أذهانهم وأفكارهم ففي هذه المدارس والجامعات الإسلامية فيها نفع كثير للمسلمين لكن لا بد أن يعتنى بها ولا بد أن تحفظ من الدخيل ولا بد أن ينتبه المسلمون لكيد أعدائهم الذين لا يألون جهدا في اقتحام هذه الحصون العلمية وإدخال الأفكار المنحرفة فيها حتى تنحرف عن رسالتها فهذا من فضل الله على هذه الأمة ولكن لا يجوز لنا أن نغفل عن المحافظة على هذه الدور العلمية وأن نحذر من الدسايس وأن نحذر من كيد الأعداء نحوها فإن المسلمين كلما خطوا خطوة إلى الخير فإن الكفار والأعداء يحدثون لهم أشياء يصرفونهم عن المضي في طريق الخير وطريق الرشد إلا من رحم الله عز وجل والدول الإسلامية تنفق على هذه المؤسسات العلمية لأسيما في هذه البلاد المباركة تنفق نفقات طائلة لأجل أن تقوم هذه الدور العلمية وتؤدي رسالتها ووظيفتها فما علينا نحن المدرسين والطلاب والمنسوبين إلى هذه الدور إلا أن نحافظ عليها وأن نظهرها بالمظهر اللائق لأجي أن تؤدي ثمرتها التي تطلب منها في العصر الأخير وفي أيامنا هذه كما أشار ألخ الشيخ أبدالله في مقدمته أنه حدثت تغيرات في أفكار الناس نحو العلم والتعليم وصاروا يريدون العلم من غير أبوابه ويقفزون على العلم من غير طريقه فحدثت فحدثت طرق للتعلم غير الطرق التي سارت عليها الأمة منذ بداية عهدها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب من ذلك طريقة التعالم حدثت طريقة التعالم وما هي طريقة التعالم هناك أو ناس يزهدون في الدراسة على المشايخ أو الدراسة النظامية في المدارس والكليات يزهدون في هذا كله ويحذرون منه ويقولون نحن نقرأ في الكتب ويكفي يكونون لهم مكتبات ضخمة ويقرؤون فيها ويتخرجون منها على عجرهم وبجرهم تخرجون على أنفسهم من غير مدرسين وإنما هم يدرسون أنفسهم وأساتذتهم الكتب والقراطيس هؤلاء خطر على الأمة وهؤلاء خطر على العلم وهؤلاء يجب إرشادهم ونصيحتهم في أن يعدلوا عن هذا الطريق فإنه ليس طريقا صحيحا وليس هو طريقا إلى العلم وإنما هو طريق إلى الجهل لأن الكتب يكون فيها الغث والسمين ويكون فيها الخطأ والصواب بل يكون فيها الدس ويكون فيها العقائد الفاسدة ويكون فيها من الأمور الكثيرة والكتب الصحيحة والنقية تحتاج إلى من يبينها ويشرحها فالعلم يتلقى بالنص ويتلقى أيضا بالفهم فلابد من الجلوس في حلق التدريس وفي فصول الدراسة وفي المساجد لدى العلماء أما أن الإنسان يعكف على كتبه أو على مكتبته ويقرأ ويقرأ هو وإن وإن صار عنده حصيلة بالاطلاع حصيلة اطلاعية فإنها غير مؤصلة هذه الحصيلة غير مؤصلة لذلك هي مبنية على غير أساس صحيح وقد يفهم خطأ وكثيرا ما يفهمون خطأ ويقولون جهلا ويصدر منهم ظلال وهم لا يشعرون كله بسبب عدم تلقيهم العلم من أصله ومن مصادره ومن علمائه وما أشار إليه الأخ المقدم من صدور فتاوى عجيبة وغريبة وبعيدة عن الصواب كله بسبب التعالم وبسبب أخذ العلم من القراطيس بدون رجوع إلى أهل العلم هؤلاء يمكن أن نسميهم قراء ولو كثر عندهم الاطلاع نسميهم قراء ولا نسميهم علماء حتى ولو كثر اطلاعهم ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القر ويقل الفقه فربما يكونون من هذا النوع أنهم قر لأنهم اعتمدوا على القراءة قراءة الكتب قرأوا كثيرا لا نقول إنهم ما قرأوا قرأوا كثيرا ولكن قراءتهم على غير أساس صحيح وهم يخطئون أكثر مما يصيبون فعلينا أننا نرشدهم وننبههم إلى الطريق الصواب والطريق الصحيح والعلم لا يوخذ اعتباطا هكذا وإنما يوخذ بالتعلم ويوخذ بالتدرج ويوخذ بالسؤال لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل شيء له أصول أضرب لكم مثلا لو أن إنسانا قرأ في كتب الطب وأراد أن يكون نفسه طبيبا يعالج الناس وأراد أن يجري جراحة على مريض وهو لم يتعلم الطب ولم يأخذه من مصادر وأصول وإنما أخله مجرد الكتب هل يعقل أنه أن أحدا سيثق به ويسلم له نفسه يجرحه ويشتغل في بدنه لأنه ما هو طبيب إذا كان هذا في أمور الأبدان وأمور الدنيا فكيف بأمور الدين وأمور العبادات وأمور العقايد وأمور الأمور المهمة كيف نسلم لهؤلاء أنهم علماء ونأخذ أقوالهم في دين الله عز وجل ونأخذ بفتاواهم وهم ليسوا أهل علم أصلاء وإنما هم دخلاء على العلم فلنحذر من هؤلاء ونرشدهم ونبين لهم أن ما سلكتموه طريق غير صحيح وغير مجدي وغير مفيد لا لكم ولا لمجتمعه هناك من يزهدون في الفقه ويزهدون في كلام أهل العلم ويعتمدون على الاجتهاد الشخصي ويرون أنهم مستقلون وأنهم يأخذون رأسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب ولكن الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أصول وله قواعد وله ضوابط وله علوم معروفة عند أهل العلم ما كل من فتح المصحف وقرأ حتى ولو كان يجيد القراءة أو يقرأ القراءة السبعة أو العشر إن شاء الله فهذا لا يكفي لا يكفي إنه يأخذ رأسا من كتاب الله دون الرجوع إلى كلام أهل العلم لا سيما الصحابة والتابعين وأتباعهم وفقهاء الإسلام ويستفيد من علومهم ومن فقههم ومن أصولهم التي أصلوها أما إنه مجرد إنه يقرأ الآية ويقرأ الحديث ثم يأخذ منه الحكم الشرعي دون رجوع إلى قواعد العلم وقواعد الاستنباط وقواعد الاستدلال الخطر عظيم وإن كان يقول أنا أستدل بكتاب الله وأستدل بسنة رسول الله نقول له لكنك لا تحسن الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارويدك أن تهلك وتهلك غيرك من الناس هناك أيضا شيء دب شيء دب إلى الجامعات والكليات وهو الاعتماد على المذكرات والملخصات ومحاضرة الأستاذ دون ارتباط بالكتب ورجوع إلى الكتب بل منهم من يحذر من الكتب ويكتفي بالمحاضرة من صوت المعلم أو يسجلها بمسجل أو يكتبها ويعتمد على الملخصات والمذكرات ويتخرج على هذه الطريقة ثم يتولى أمور المسلمين هذا لا يقل خطرا عن من قبله لا يقل خطرا عن من تتلمذ على الكتب ولا يقل خطرا عن من جعل نفسه مستقلا بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أبد من وأوصي إخواني المدرسين في أنهم يتنبهون لأمر الطلام فإنهم يسيرون على هذه الطريقة ويقولون النجاح مضمون إذا خلنا المذكرة أو هذا الملخص وفهمناه وأجبنا به نضمن النجاح لكن ما تضمن الفهم ولا تحصل على العلم ولهم المقصود النجاح فقط المقصود ماذا حصلت عليه ماذا استفت من دراسته فهذا أمر يجب التنبه له وأوصي إخواني المعلمين والمشايخ أن يتنبهوا لهذا وأن يربطوا طلابهم بالكتب الأصيلة والكتب النافعة ويشرحوها لهم ويبينوها لهم وأن لا يكونوا معلقين بين السماء والأرض ليس لهم أصل يرجعون إليه وإيش أصلك؟ المذكرة الفلانية أو الملخص الفلاني الدفاتر فقط هذا خطر عظيم يا إخوان تنبهوا له وفقني الله وإياكم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم سيقبض في آخر الزمان وبين صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم ليس انتزاعا ينتزعه الله من صدور الرجال وإنما قبض العلم بموت العلماء قبض العلم يكون بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظل فلنحذر من هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن نحرص على تركيز العلم في أبنائنا وفي بلادنا وأن يتواصل علماء في أقطار الأرض علماء المسلمين بتركيز العلم قبل أن يزول وقبل أن وقبل أن يقبض حملة العلم أوصي العلماء والحاضرون منهم ولله الحمد في هذه الجلسة كثيرون أوصيهم بأن لا يبخلوا على أبنائهم وعلى بلادهم بنشر العلم والتعليم في المساجد في المجالس في المدارس في كل مجال أن يركزوا على زرع العلم وزرع العقيدة وزرع الخير في نفوس المسلمين وشباب المسلمين حتى يبقى لهم هذا العلم وإلا فإن العلامات تدل على مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن عاجلا وإن آجلا إنه يقبض العلم بموت العلماء لكن الحمد لله ما دام العلماء فيهم بقية فنوصيهم بأن بأن يحملوا علمه وما أعطاهم الله حملوه لخلفهم وأولادهم وبلادهم ليبقى هذا العلم لهذه الأمة الإسلامية التي لا تجال بخير ولن تجال بإذن الله إلى أن تقوم الساعة قال صلى الله عليه وسلم لا تجال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى هل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لفضيلة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بها وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا أيها الأحبة نستسمح شيخنا عذرا أن نطرح بعض الأسئلة التي وردت لنا من الإخوة الحاضرين وهي كثيرة نختار منها وسؤال تكرر كثيرا يقول السائل فضيلة الشيخ إنه قد كثرت وثارت ضجة علامية حول قضية تكسير الأصنام والتماثيل بحجة المحافظة على التراث التاريخي ونحوه فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الشبهة نعم تكسير الأصنام والتماثيل الأمر مطلوب واجب في دين الله إذا قدر المسلمون إذا قدروا على ذلك إنه يجب عليهم أن يحطموا الأصنام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حطم الأصنام التي على الكعبة التي حولها حق ملات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذا أمر مطلوب فإذا تيسر للمسلمين هذا إن هذا واجب عليهم واجب عليهم تحطيم الأصنام وهدم الأبنية التي على القبور والمشاهد التي على القبور التي بناها الخرافيون والقبوريون إن هذه أصنام أيضا وأوثام هذه البنايات على القبور التي صارت سببا لعبادة الأموات والاستغاثة بهم هذه أصنام وأوثام يجب أيضا هدمها لكن قبل هدمها لا بد من توعية الناس والبيان للناس والدعوة إلى الله وبيان هذا شرك بالله عز وجل أو هذا من وسائل الشرك وأن بقاءه لا يجوز لا بد من التوعية أولا ثم بعد ذلك يتبع هذا بإزالتها نعم السائلون يقول كثير من الفتاوى المعاصرة التي تنشر على الناس عبر وسائل الإعلام المعاصرة من قنوات وإنترنت وغيرها ينقصها التأصيل العلمي وربما تخالف النصوص الشرعية الصريحة فلو تصد أمثالكم حفظكم الله للرد على ما ينشر في مثل هذه القنوات والفتاوى ولبيان الحق للناس ولو كان لفضيلتكم موقعا على الإنترنت يفيد منه القاصي والداني فما رأيكم؟ لا شك أن هذه الفتاوى الضالة لأنها خطر على المسلمين وهي ناشئة عن أحد أمرين إما عن جهل بأمور الدين وعدم التأصيل العلمي والجاهل يصدر منها عجائب والأمر الثاني أن تكون صادرة عن هوى عن هوى النفوس والعياذ بالله وهذا أشد وأخطر هذا أشد وأخطر إذا كانت عن هوى هو يعرف الحق لكنه عدل عنه لهوا في نفسه فالأمر أخطر وأشد أي لا تخلو عن هذين الأمرين وكلاهما خطير هما أمران أحلاهما مروا كما يقول الشاعر وأما ما يجب على العلماء تجاه هذه الفتاوى وهذه الأفكار فلا شك إن الواجب على العلماء مقاومتها وصدها وبيان زيفها وذلك بأن يكونوا لهم يكونون لهم وسيلة إعلام فضائية ويكافحون هذه الأمور ويزيفون هذه الأفكار وهذه الفتاوى فإذا عرف أهل الباطل أن أهل الحق لهم بالمرصاد كفوا عن شرهم وإلا فإنهم سيتجرؤون ويغتر الناس بهم ويقولون هؤلاء هم العلماء إذا لم يكن هناك من أهل العلم من يقف في وجوه هؤلاء صاروا هم العلماء في عرف الناس نعم السائل يقول يوجد عادة عند بعض القبائل وهي أنهم إذا مات عندهم إنسان أقاموا العزاء لمدة ثلاثة أيام يفد عليهم الناس ممن يعرفونهم كل يوم بذبائح جاهزة للغداء والعشاء ويجتمعون ويتحدثون حديثا أغلبه في الدنيا السؤال هل هذا الاجتماع هو المنهي عنه كما في حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة نرجو التفصيل أثابكم الله هذا ظاهر من قول جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياح هذا هو الواقع في هذه التجمعات يسمونها للعزاء لا داعي إلى هذه الأمور وهذه التكاليف الباهظة تعطيل الأعمال وتعطيل طلب الرزق والموت يشتغل بالناس بالساعة والدقيقة إذا كانوا كل ميت يبيطي مولوها هذا العزاء تعطل تشغال الناس ومصالح الناس وهذا من ناحية الناحية الثانية أن هذا ما أنزل الله به من سلطة الصحابة ما كانوا يعملون هذا كما قال أحدهم وهو جرير رضي الله عنه كنا نعد يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياح هذا حكاية لواقع الصحابة رضي الله عنه هذا لا أصل له العزاء مشروع وهو مواساة الميت أن تقول أحسن الله عزائك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إذا لقيته في أي مكان في المسجد في السوق في المتجر في المكتب تتصل عليه بالتلغون اليوم الاتصال سهل تتصل عليه بالتلغون وتعزيه وتطيب خاطرة وتدعو للميت هذا شيء طيب أما الترتيب والاجتماع بأيام وجلب ذبايح وأطعم وهذا كله ليس له أصل من دين الإسلام بل هو تكاليف وربما يتطور ويكون من التأبين والجزع والنياحة على الميت نعم سائل يقول كثرت في هذه الأيام المؤلفات في مسألة والكلام في المسألة العمل وعلاقته بالإيمان وكثر النزاع فيها من أناس يعدون من أهل العلم فهل لا بينتم حقيقة منهج السلف الصالح نضغن الله تعالى عليهم في هذه المسألة لطلبة العلم وفقكم الله لكل خير هذه المسألة ولله الحمد واضحة ندرسها في عقائدنا في كتب العقيدة درسناها في المعاب وفي الكلية ولا نزال ندرسها في المساجد والمرجع في هذا إلى كتب السلف وهو بالكتب المعاصرة نرجع إلى كتب السلف الصالح وهي متغفرة وموجودة ولله الحمد نرجع إليها وفيها تعريف الإيمان وبيان الإيمان هذا الذي كنا ندرسه ودرسه علماؤنا وتدارسه المسلمون من عصور السلف الصالح إلى وقتنا هذا وهي مسألة منتهية ولله الحمد مدروسة محررة موجودة في المقررات في الكتب كتب أهل السنة والجماعة نرجع إليها وندرسها ويزول الإشكال بإذن الله نعم أثابكم الله هذا سائل يقول إن الأمراض النفسية قد كثرت في هذا الزمان عند بعض المسلمين فهل هناك علاج غير الرقية الشرعية يمكن الرجوع إليه وكأنه يشير إلى العيادات النفسية والعلاج فيها الأمراض النفسية على قسمه قسم الأول أن يكون سببها الوسواس أو مس الجن الوسواس الذي يوسوس به الشيطان إلى الإنسان ليضيق صدره وليشغله أو من سبب مس الجن ومخالطة الجن للإنس وهذه علاجها بذكر الله والاستعاذة من الشيطان والرقية الشرعية وهي متوسرة ومتوفرة ولله الحمد في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني أن يكون هذا من باب المرض النفسي وهذا علاجه عند الأطباء والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه جهله من جهل الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء سواء كان الدواء من الرقية الشرعية ومن كتاب الله وسنة رسوله واستعاذة من الشيطان أو من الأدوية المباحة كله موجود ولله الحمد نعم أخ يقول أما بعد فيا فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وأريد منك تبين حكم الأخذ عن بعض مشايخ أو المشايخ المبتدعة كالصوفية وغيرهم وإن كان الطالب لا يتمسك بعقائده حذر السلف من الجلوس إلى المبتدعة والأخذ عنه فلا يجوز الأخذ عن المبتدعة بل يأخذ عن أهل السنة وعن علماء أهل السنة وهم موجودون ولله الحمد لهم سائل يقول معلوم أن علم الجرح والتعديل علم شريف له أهله الذين جعلهم الله قائمين به لتبيين تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ولكن يلاحظ أن فئة من الشباب طويل بالعلم تسنموا مثل هذا الجبل الوعر فتكلموا في دعاة ورجال فحدثت الفتن وانتشر الشر في أوساط الشباب وعاد التعصب من جديد لجراء ما تكلفوه من العلم الذي هو مقصور على أهله فنرجو التوجيه في مثل هذه القضية هذا على قسمي قسم الأول أن يكون الجرح والتعديل في أناس ماتوا وانتهوا هؤلاء الحمد لله كتب العلماء في بيان الجرح والتعديل كافية في هذا نرجع إليها ونعرف الرواة المجروحين والرواة المعدلين ولكن أنا ما ما أجيز لطالب العلم المبتدي أنه يدخل في الجرح والتعديل ومطالعة كتب الجرح والتعديل وصيه أن يتعلم أولا تعلم أولا مصطلح الحديث ويأخذ هذا العلم عن أهله ثم بعد ذلك يطلع على كتب الجرح والتعديل لأنه صار عنده أهلية للطلاع أما أنه يكون إنسان ما عنده أهلية ولا درس وإنما غاية ماه أنه يأخذ الكتب الجرح والتعديل ويقرأ فيها ويقول فلان كذا وفلان كذا هذا خطر وهذا هو من النوع الذي ذكرنا لكم التعالم أو الاعتماد على الكتب بدون تأصيل أما إذا كان القصد ناس معاصرين جرح تعديل في أناس معاصرين موجودين فهؤلاء تترجم لهم أعمالهم تترجم لهم أعمالهم وأقوالهم وكتاباتهم فإذا كانت أعمالهم وأقوالهم وكتبهم مستقيمة لا يجوز الجرح فيه مت إذا كانت أعمالهم وأقوالهم فيها شيء من الخطأ فيبين الخطأ يبين الخطأ وليس الهدف الشخص إنما الهدف بيان الخطأ لأن لا يغتر به الناس وله بل قصد تجريح الشخص أو تنقيص الشخص وإنما الهدف بيان الحق وبيان الخطأ من الصواب وهذا لن يضر الشخص بل هذا ينفعه قد يتنبه ويرجع عما أخطأ فيه لا سيما إذا كان الكلام معه هو أولا فإن هذا قد ينفعه ويرده إلى الصواب أو الكتابة كتبت ورسلت إليه قد تكون سببا في هدايته ورجوعه إذا كان يريد الحق أما إذا كان لا يريد الحق هذا له شأن آخر نعم أحسن الله إليكم سائل يقول هل التتلمد على شروح العلماء عن طريق الأشرطة مفيد؟ لا الاقتصار على ذلك لا يفيد الاقتصار على الأشرطة على الكتب دون أخذ عن أهل العلم هذا لا يفيد بل يضع أكثر مما ينفع أما إذا كان الإنسان يطلب العلم على العلماء ويدرس وسائر في طريق الصحيح من طلب العلم فلا مانع أنه يستفيد من الأشرطة يستفيد من الشروح من الكتب طالع فيها لأنها تزيده فهماً وتزيده علماً وإذا أشكل عليه شيء فيراجع مشائخه ومعلميه فيما أشكل عليه أما إنسان يقتصر على هذه الأشرطة وهذه الشروح والكتب بدون معلم هذا لا يجوز هذا هو الخطر نعم سائل يقول أنا طالب علم مبتدع وأريد أن أسلك في طلب العلم طريقة معينة وهي التفرغ لحفظ كتاب الله ثلاث سنوات ثم التفرغ لدراسة علوم اللغة ثلاث سنوات أو أربع وهكذا بقية العلوم فما رأي فضيلته أنا رأي أنك ترتب الدروس على المشايخ هذا تدرس عليه النحو هذا تدرس عليه في الفقه هذا تدرس عليه في الحديث وهكذا وهذا تدرس عليه في العقيدة وتأخذ العلم شيئاً فشيئاً والعلوم يخدم بعضها بعضاً ويساعد بعضها بعضاً فتأخذها عن هذا الطريق ما هو بأنك تفرغ الفن سنين ثم الفن الثاني تفرغ له هذا يأخذ عليك العمر قد لا تصل إلى المطلوب لكن إذا رتبت درس في القرآن وحفظ القرآن ودرس في النحو ودرس في الفقه ودرس في التوعيد ودرس في الحديث ودرس في التفسير واخذت شيئاً فشيئاً فهذا يساعدك وبإذن الله تصل إلى المطلوب نعم السائل يقول نحن طلبة في إحدى بلاد العالم الإسلامي نريد طلب العلم والتفقف في الدين لحاجة الناس والمجتمع الماسة إلى ذلك غير أن انعدام مصادر التلقي من العلماء والمشايخ يقف عائقاً في طريق الطلب فكيف يؤصل الطالب نفسه علمياً في حال عدم توفر المشايخ هذا يكون عاجزاً عن التأصيل كون عاجزاً عن التأصيل فعليهم يحاول يحاول اللقاء بأهل العلم والوصول إليهم ما ما استطاع الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطاع يتصل على أهل العلم بالتلفون بالمكاتبة ويعرض عليهم ما أشكال عليه ولكن تعلم لا يحصل بهذه الطريقة إنما يحصل بالتفرق والجلوس إلى أهل العلم سواء في المساجد أو في المدارس فعليهم يحاول ويستعين بالله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ وأم هذا السائد يسأل في مسألة في الحج يقول رجل حج قبل عشر سنوات وعمل كل أعمال الحج إلا طواف الإفاضة وسعي الحج وفي هذا العام جاء حاجاً عن والدته فهل حجه هذا عن أمه صحيح قبل أن يتم حجه الأول عن نفسه نعم يحج عن أمه وإذا فرق من مناسك الحج الذي أحرم به هذه السنة فإنه يطوف ويسعى عن الحج الماضي يطوف ويسعى عن الحج الماضي ولأنه لأنه قبل يحرم بالحج أن أمه جاء وقاف وسعى وكمل الحج الماضي لكان أولى وأحسن وخروجاً من الخلاف لكن ما دام أنه أحرم بالحج عن أمه وجاء حاجاً عن أمه فيكمل الحج عن أمه وإذا فرق منه فإنه يطوف ويسعى عن الحج الماضي نعم السائلون يقول هل يجوز نقل شجرة من أشجار مكة إلى خارجها وهي من نبت الربيع؟ نبت الذي ينبت من المطر لا يجوز قلعه ولا نقله ولا يجوز التصرف فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها لا يتعرض له بشيء إنما هذا فيما زرعه الآدم الأشجار التي غرسها الآدم النخلة أو الشجرة التي غرسها الآدم وسقاها أهذه له أن يتصرف فيها أو له أن يقلعها أما ما نبت بالمطر أو من غير سقي فهذا وهو داخل حدود الحرم هذا لا يتعرض له المسلم نعم سائل وهو سؤال من أحد المدرسين يقول في الصباح الباكر تقوم بعض المدارس بتشغيل مسجل لقراءة القرآن كي يستمع إليه الطلاب صباحا والحال الغالب أنهم لا يستمعون بل ينشغلون باللعب واللهو والمزاح فهل يجوز والحال هذا تشغيل القرآن هذا سبه إذا كان يستفاد منه ويستمع إليه أما إذا كان ما يستفاد منه ولا يستمع إليه وإنما الطلاب في ضجيجهم ولعبهم وصخبهم هذا لا يستفاد منه هذا لا يشغل نعم وأخ يسأل يقول كيف نرد على من ينكر أن المقصود بالعلم في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي ويقول تدخل فيه علوم الطبيعة نقول أنت اللي هات الدليل على أن المراد به علوم الطبيعة الأصل فيما جاء في الكتاب والسنة أن المراد العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أنك تخرج عن هذا الأصل هات لنا دليل نعم هذا سؤال تكرر وهو من كثير من الطلبة العلمة يقولون أو يألمون أن تخبروهم عن صحة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد لأننا سمعنا أخبار أزعجتنا ولا ندري ما صحتها وفقكم الله أخباره بالتفصيل ما عندي منها شيء لكن بالجملة الشيخ بكر بخير إن شاء الله أجرى عملية وهو في دور النقاهة في المستشفى ويزداد